اشتركوا في القناة المنظيم الممتاز للبطولة دي كمان قال انه كان من المدهش اننا نشوف رياضة كرة اليد بتتقلق خلال هذه الايام وازاي كان اداء الرياضيين على الرغم من الظروف الصعبة جدا بسبب طبعا ازمة فيروس كورونا كمان اشد بالاتحاد الدولي اللي كان فيه افضل حالاته وطبعا وشفنا الشكل اللي ظهرت بالبطولة باستخدام طرق كمان شفنا الPCR التعامل لأكتر من 3000 شخص من الرياضيين والمشاركين اللي كانوا موجودين في البطولة وانه ذا بيدينا الثقة في الحركة الولمبية كلها وممكن كمان نشوف خلال الفترة الصعبة دي تنظيم حدث رياضي رائع بطريقة امنة وصعبة للغاية واكد ان هذا تشجيع كبير وهنستفيد من التجربة كمان مع الالعاب الولمبية توكيو 2021 اللي ان شاء الله تنطلق في 23 يوليو السنة دي